في النهجي فكر المرتضى سيف على الجهل انتاضى جور الودا قد أهو ماضى لم يحويه رحم الفضى نعم الآثر يروي السيار فيه العبر على ظفاف نهجي البلاغة مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي معكم على مائدة الفكر والروح وبرنامجكم على ظفاف نهجي البلاغة نهجي البلاغة كتاب تنوعت موضعاته وتعددت غايته فيه معارف عالية في التوحيد مثل إلهية سامية نصائح ومواعظ مؤثرة بيان وتحليل للأحداث السياسية والاجتماعية أساليب تربوية نافعة أهود ووصايا للولاة والحكام وقد احتوى هذا السفر الجليل على مائتين وواحد واربعين خطبة وتسعين وسبعين كتابا واربعمائة وثمانين حكمة من طرائف حكم الإمام علي عليه السلام كتاب انتقى فيه جامعه السيد الرضي رضي الله عنه أبلغ أجمل الأحاديث المروية عن أمير المؤمنين عليه السلام ليضعها بين يدي القراءة الكرام وهذه الخصوصية هي سر بقاء هذا الكتاب وخلوده على الرغم من أحداث التأريخ العصيبة وهذا هو سبب شهرته بين مختلف الفرق الإسلامية والشخصيات غير الإسلامية مما جعل هذا الكتاب محط نظر عشاق الأدب وأرباب الفكر حتى عد بعض الباحثين نحوا من ثلاثمائة وسبعين مؤلفا حول نهج البلاغة من الشرح والتفسير والترجمة وغيرها وقد طبعت إلى الآن نحو من خمس عشرة ترجمة لنهج البلاغة وهذا ما يوضح إلى حد ما مكانة الكتاب وقيمته بين المسلمين وغيرهم من عشاق المعرفة والأدب يقول الكاتب لبيب بيضون الكاتب السوري المعروف في تصنيفه للنهج لا يشك أديب أو مؤرخ أو عالم ديني أو اجتماعي فيما لنهج البلاغة من قيمة وإنه في مصاف الكتب المعدودة والتي تعتبر من أمهات الكتب وقال ابن أبي الحديد المعتزلي في حق صاحب النهج علي بن أبي طالب عليه السلام وأما الفصاحة فهو عليه السلام إمام الفصحاء وسيد البلاغة وفي كلامه قيل دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين ومنه تعلم الناس الخطابة والكتابة وحسب كأنه لم يدول لأحد من فصحاء الصحابة العشر ولا نصف العشر مما دون له بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الظاهرين في الحقيقة عندما نبحث عن كلام الإمام علي فيما يتعلق باليوم الآخر نجد هناك علاقة وثيقة وكما أؤكد في كل برنامج بين منهج الإمام علي في وصف اليوم الآخر وفي بيان العلاقة بين اليوم الآخر وبين هذه الحياة الدنيا وبين منهج القرآن القرآن الكريم علج قضية الآخرة ووصف وجود علاقة بين الدنيا والآخرة بشكل مفصل والإمام علي هو أعظم من بين وجود هذه العلاقة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد في نهج البلاغ الإمام علي يقول فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا يبين الإمام علي أن هناك ترابط عضوي بين عمل الإنسان بين عمل الإنسان في الآخرة في الدنيا وبين الثمرة والنتيجة النهائية في الآخرة ويبين أن هذه الشجرة التي يزرعها الإنسان في هذه الدنيا سوف يقتطف الثمر في الآخرة مما يبين الإمام علي بأنه لا كما يقول بعض الذين انتقدوا الإسلام بأن الإسلام يريد أن يفصل بين الآخرة وبين الدنيا ويريد أن يخلي الإنسان يعيش حالة مجرد لا علاقة له بالعالم الدنيوي فالإمام علي يبين بأن هناك علاقة بين الدنيا والآخرة فإذا كان في الإنسان فساد في هذا العالم الأول فسوف ينعكس هذا الفساد على الإنسان في العالم الثاني في العالم الآخر في يوم الآخرة كما جاء عن الإمام علي ليبين بأن شقاء الإنسان في هذه الدنيا سينبثق عنه شقاء للإنسان في عالم الآخرة فيقول الإمام علي خذوا من هذه الحياة قبل أن يوافقوا الموت وتزودوا من خيرها إلى الآخرة قبل الرحيل وكن فيها من خيرا ثم يبين الإمام علي الترابط العضوي بين الدنيا والآخرة والتكامل الموجود بين الدنيا والآخرة فلا يوجد هناك في منهج الإمام علي تماما كمنهج القرآن أي تعارض بين العمل في الدنيا وبين الإيمان بالآخرة بل الإنسان يعمل في الدنيا عملا ثم يجني في الآخرة ما عمله في هذه الدنيا وكلما كان عمل الإنسان متكامل في هذا العالم الدنيوي سوف تكون المثوبة والأجر أكثر تكاملا في العالم الأخروي ومن أجل ذلك نحن نجد أن الإمام علي يقول وما من عمل يحقق الأمن وادعى للناس جميعا إلا وهو فضيلة في كتاب الله وهي فضيلة أشار إليها القرآن الكريم ومن أجل ذلك نجد أن سيرة الإمام علي في جميع أموره فهو في نفس الوقت اهتم ببناء دولة إسلامية متكاملة وحكم لفترة زمنية وأدار البلاد وفي نفس الوقت نجد أن هذا الحاكم الذي حكم وأقام العدل ونشر العدل في حكمه كان كذلك من أكثر الشخصيات بعد رسول الله في تبيين مقامات الآخرة وخصائص الآخرة حتى أجمع الجميع بأن مشاهد القيامة وما فيها من عذاب ومشاهد القيامة المتعلقة بمشاهد الجنة لم توصف بوصف أدق مما جاء في القرآن وما جاء في كلام رسول الله وما جاء في نهج البلاغة للإمام علي نهج البلاغة هذا سيد الكتب نهج البلاغة هذا سيد الكتب تجر رسائل والأحكام والخطب تجر رسائل والأحكام والخطب كم فيه من حكمة غراء بالغة كم فيه من حكمة غراء بالغة ومن علوم إلهي ومن أدبي ومن علوم إلهي ومن أدبي نهج البلاغة هذا سيد الكتب نهج البلاغة هذا سيد الكتب تجر رسائل والأحكام والخطب تجر رسائل والأحكام والخطب ومن دوائي لذي داء وعافية ومن دوائي لذي داء وعافية لذي بلاء ومن روح لذي تعبي نهج البلاغة هذا سيد الكتب نهج البلاغة هذا سيد الكتب تجر رسائل والأحكام والخطب تجر رسائل والأحكام والخطب فيه كلام ولي الله حيدرمن فيه كلام ولي الله حيدرمن يمينه في عطاء المالك السحب يمينه في عطاء المالك السحب نهج البلاغة هذا سيد الكتب نهج البلاغة هذا سيد الكتب تجر رسائل والأحكام والخطب تجر رسائل والأحكام والخطب مواضيع الإمام علي في نهج البلاغة متعددة ومتنوعة ومنهج الإمام علي في كل ما تحدث به بالنهج هو نفس منهج الله في القرآن الكريم وحينما ننظر في القرآن الكريم نجد كيف وصف القرآن النماذج الشخصية التي هي مثال للحسنة كما وصف النماذج الشخصية التي هي مثال للسيئة وحينما تناول القرآن الأمثلة السيئة من الناس الذين أفسدوا في هذه الحياة تناولهم بأسلوب متميز بخصائص نجد هذه الخصائص موجودة في وصف الإمام علي لبعض الشخصيات فالإمام علي انبثق في أسلوبه من أسلوب القرآن فنجد أنه حينما وصف عمر بن العاص في أحد خطب نهج البلاغة تعامل مع هذه الشخصية بنفس القرآن في التعامل مع الشخصيات المشابهة لعم العاص فنحن نجد أنه كما بدأ خطبته يقول سلام الله عليه عجبا لابن النابغة ووصفه بابن النابغة وهي صفة تنسجم مع ما جاء في التاريخ الذي تحدث عن عمر بن العاص حيث اتصفت أمه بالنابغة لأنها اشتهرت ببعض الأخلاق السيئة التي لا تريق بالمرأة السوية فوصفه بهذه الصفة ثم نأتي إلى صفة أخرى وصف بها عمر بن العاص حيث أنه في أحد محاور الخطبة يبين الإمام علي بأن عمر بن العاص كان يتصف كما يقول بصفات كثيرة من ضمنها خيانة العهد ومن ضمنها الكذب ومن ضمنها أنه باع آخرته لأجل دنياه ونحن نجد في طول تاريخ خصوم الإمام علي أنهم يتصفون بهذه الصفة فهم لأجل الدنيا ولأجل المصالح الدنيوية ضحوا بالآخرة وبالتالي ضحوا بالإمام علي ونحن نجد أن الإمام علي في هذه الصفة يبين بأن عمر بن العاص اتهمه تهمة خطيرة للأسف طالما ترددت على لسان عمر العاص وهو أنه كان يريد أن يبرر بتبرير كاذب قضية لماذا لم يأخذ الناس ولم يقبل الإمام علي خليفة بعد رسول الله أو لماذا هو رفض أن يبايع الإمام علي فيقول بأن به دعابة فأجابه الإمام علي بكلمات مؤثرة حيث أنه بيّن بقوله يزعم عمر بن العاص أن في دعابة ونحن نجد أن المنصفين من الذين ردوا على عمر بن العاص مثل عباس محمود العقات في كتابه عبقرية الإمام علي قال إني لأعجب كيف تجرى عمر بن العاص مع أنه لم يكن الإمام علي متصف بهذه الصفة بسبب الجدية التي اشتهر بها الإمام علي في تعامله فنجد كذلك أن من الأمور التي ذكرها الإمام علي في هذه الخطبة وهو يبين قضية مهمة جدا تتعلق بصفات عمر بن العاص يقول وهو يشرح لماذا ليس ولماذا أخطى عمر بن العاص في وصفه للإمام علي بأن فيه دعابة ويقول أما والله إنه لا يمنأني من اللائب ذكر الموت ونحن نجد حقيقة ملموسة وحقيقة مشهودة وحقيقة مرئية شهد لها الجميع أن الإمام علي كان كثير ذكر الموت حتى أن الخطباء وأهل البيان أجمعوا بأنه لا يوجد أحد في تاريخ البشرية وصف الموت وبيّن خصائص الموت وخصائص الاستحضار في خطبه وفي كلماته في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة كالإمام علي ويبين الإمام علي كيف تجتمع قضية ذكر الموت وكيف من ينشغل بالموت وذكر الموت ينشغل في الدعابة وفي اللعب وفي الهزل كما أشار واتهمه بذلك عمر الله ولا نعرف أحدا كما أجمع الكثير من الذين كتبوا عن الإمام علي أصلا لا نعرف أحدا بيّن أضرار تلاعب وأضرار الدعابة وزينة الحياة وما فيها من أضرار والخوف من الله وضرورة الخوف من الله كالإمام علي ثم يأتي الإمام علي إلى صفة هامة موجودة في عمر العاس ويبين بأن ترك الآخرة والالتهاب الدنيا هو الذي جعل عمر العاس يتجه إلى معاوية من أجل أن يوليه مصر ومن أجل أن يكسب مكاسب دنيوية ونحن نجد أنه في المقابل أن الإمام علي انشغل بقضية الموت نجد في المقابل أن عداء الإمام علي انشغلوا في قضية الحياة طبعاً في الجانب السلبي في الحياة لا في الجانب الإيجابي في الحياة قال أمير المؤمنين عليه السلام وصيكم بخمس لو ضربتم إليها أباطل إبلي لكانت لذلك أهلا لا يرجو أن أحد منكم إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه ولا يستحين أحد إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم ولا يستحين أحد إذا لم يعلم الشيء أن يتعلمه وعليكم بالصابر فإن الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد ولا خير في جسد لا رأس معه ولا في إيمان لا صبر معه ومن هذه الحكمة العلوية نستفيد أن المؤمن الذي لا يتحلى بالصبر إيمانه إيمان ميت لا حياة فيه ولا زينة له كالجسد الذي لا رأس فيه فإنه لا حياة فيه ولا جمال إلى هنا أعزائي المشاهدين نأتي على ختام هذه الحلقة من برنامجكم على ضفاف نهج البلاغة على أمل أن نلتقيكم في حلقة قادمة أستودعكم الله في أمان الله في النهجي فكر المرتضى سيف على الجهل انتاضى في النهجي فكر المرتضى سيف على الجهل انتاضى نور الودا قد أه مضى لم يحويه رحب الفضى نعم الآثر يروي السيار فيه العبر على ضفاف نهج البلاغة